مرحبا بكم الجديد أعزائي المشاهدين في القناة للأفعال التي كتبت لكم عروض شيقة وممتعة من ناحية الدكور من ناحية الفينيسيون وكذلك المواقع ديالها وما بين مزدوجتين الأتمين ديالها التي ستكون أتمينة جد جد مغرية كما هو الحال في هذه الشوقة التي سنوصف لكم اليوم معكم طريق سنقربكم من جميع تفاصيل هذه الشوقة سنعرفها ونرى كمين ونرى ميزة وعادية وزوينة وخير على بركة الله أول معلومة التي سنهضر عليها هي الموقع في مكان يتواجد هذا العقل هنا سنهضر على تقريبا 1-5 دقائق أو 7 دقائق تقريبا بالسيارة الوسط المدينة القلب النابل المدينة مكننس إذن هذه هي نقطة إيجابية وممكن أن تكون الإنسان مثلاً تعمل في السنطرفي رغم هذه الشوقة لا تستغرق الكهرباء لا تستغرق الكهرباء لا تستغرق الترانسفور شيء ما تكون مكتوب في الشارع هذه الأولى الثانية هي أن هذه الشوقة جاءت كلها على الشارع لأنها لديها جوج واجهات وفي عمارة التي لديك الحق لك أن تستغرق المرأة للسيارات كان كذلك المسعاد وكين الاتحاد والسندق ملاتين للعمارة والسندق للعمارة كين التي يظهر على النظافة لكي تبقى العمارة في حل كما كانت فيها اليوم المساحة في تتر 103 متر مربع وكما رأينا المساحة كلها من الدار في حيوطها الملكية المشاركة في البالكون حيث يوجد البالكون ممكن أن نضع على 112 أو 113 متر مربع طبق هو الطابق الثاني وبالنسبة للتامان هو الذي يجب أن تخفيض ملات أو ملات عقار قرروا لكي يبيعوا العقار ديرهم يريدون أن يبيعوا بالتامان من 570 ألف درهم لكن الثامان هنا كان الثامان في الأول تقريبا بالتامان لكي يجب أن تفعل لكي يجب أن تفعل وكي يجب أن تفعل لكي يجب أن تفعل لكي يجب أن تفعل التامان هو خمسة وخمسة مليون وكي يجب أن تفعل الثامان هو الشارع السعدين ومن لا يعرف الشارع السعدين أقريبا البساطين والأقريب الحمرين وهو وسط المدينة أقريبا الثامان وهو ثلاثة الغرف الغرفة والدين التي توجدها الحمام والحن الغرفة والدينة بالبالكون وكذلك المطبخ كبير ويعظة إضافة كله ومسيب بالتأكيد وفي البالكون وكذلك وفي البيوندري بالنسبة للواجهة التي توجد هذه الثامان هو الواجهة الشمش ونظر إلى الجوة الواجهة الشرقية والواجهة الجنوبية بمشاكل السيجور وصفة السلوارات وخرج الحمام وطشة بطاعة من الزوارات وحالة لفينيسة البلوف والفينيسة جديدة هذا هو البلوح هذا هو الملات الذي يتعمل في الحمامات في الأرض والمتبخص ما هي المتفه وهو المتفه وهذه فقط شقة واحدة لدي الناس مليئة بارتكولية كما نقول لهم ومليئة كي يبيعون هذه العقار أي واحد يريد أن يرى عن قرب يرى هذا العرض هذا عن قرب معلق إلى الاتصال أو التواصل بينه أرقام تنا راكم تشاهدوها أسفل الفيديو ولكن الأرقام الأرضية والأرقام كذلك دي لا تفرم حمول إذا أريد أن تبيعوا شيء عقار فنحن نقرأ هذه الخدمة للجميع ممكن أن تتصل بنا ونرى العقار لكم ونخدموه لهم بأجل التصوير أو التسويق بطريقة التي تكون مهنية وطريقة التي تكون احترافية المكتب للأفعار يوجد بحيرية تزيدون على مقربة من البنك الشابية وكذلك من الحمام الذي يحمل اسم الكوتر بحيرية تزيدون نتمنى إيج بكم هذا العرض لا تبخلوش عين بالضغط لازدر الإيجاب وكذلك بالشراك في هذه القناة لا ربما تلقى العقار التي كنت تتبحت إليها لا ربما تضع الفكرة التي كنت تتبحت إليها ولا ربما تضع الصباغة أو الدكور التي كنت تتقلب إليها أقول لكم شكرا على المشاهدة والمتابعة وإلى اللقاء في عرض المقبل إن شاء الله شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر